ونبقى في أخبار الكوارث الطبيعية حيث ارتفعت حصيلة ضحايا حريق في مبنى سكني من 14 طابقا في مدينة فالنسيا الساحلية الإسبانية إلى 10 أشخاص على الأقل فيما تستمر عمليات البحث لاحتمال وجود ضحايا آخرين بين الأنقاض وبدأ عناصر الإطفاء وأفراد الشرطة عملية تمشيط لينقاض المبنى المتفحم بالكامل حيث تعذر على عناصر الإطفاء دخول المبنى خلال ساعات طويلة بسبب الحرارة الشديدة المتساعدة منه وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدروس سانشاز عن تعاطفه وتضامنه مع الضحايا أثناء زيارة لمكان الحريق